واحد من الأسباب اللي تجعل البعض لا يقدمون على الاعتذار خوفهم من أن الطرف الآخر لا يقبل العذر أنا أروح أتذر إليه بعدين يردني هنا مسألتان المسألة الأولى أن الإنسان اللي يعتذر إليه ينبغي أن يقبل العذر حتى لو كان المعتذر غير محق في عذره إذا قضية شخصية أنا أتذرت إلى هذا الإنسان عندنا في الرواية عن رسول الله محمد يقول من جاءه أخوه متنصلا من خطأه معتذرا فليقبل عذره فإن فعله وإلا فلا يرد علي الحوض أخوك أخطأ في حقك كان منفعل ذلك اليوم ورمى بعض الكلمات غير المناسبة غير اللائقة بعدين أدركته الفكرة جاء إليك يا أخي فلان أنا متأسف لما قلت من الكلمات أنا أعتذر عنها كانت كلمات خاطئة أنت متستاهل هذا الأمر وأنا أعتذر إليك المفروض هذا الإنسان يقبل العذر إذا ما قبل العذر يقول النبي صلى الله عليه وآله فإن لم يفعل لا يرد علي الحوض ما يجع علي الحوض ليش واضح الأمر لأنه هو هذا لازم رح يعتذر عن أخطائه لله عز وجل فإذا ما تقبل عذر الآخرين إلك والتأسف إلهم لن يقبل عذرك في ذلك اليوم وكما تدينه تدان إذا ما تستقبل هذا الخاطئ لا سيما إذا كان صادقا في عذره متأسفا على ما سدر منه وبدر طيب أنا إذن تعامل بنفس هذه المعاملة يجي لك النبي محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة يقول لك فلان موضوع ليش ما قمت فيه بما ينبغي منك تقول الله أنا آسف وما تمكنت وأعتذر من ذلك يقال لك كما لم تقبل عذر أخيك بيقبل عذرك اليوم هنا فماذا تنتفع فإذا من الأسباب التي تمنع قسما من الناس من الاعتذار هو تصورهم بأن عذرهم لن يقبل ولهذا ينبغي للإنسان المعتذر إليه المعتدى عليه أن يقبل عذر المعتذر وتنصل المتنصل طيب ويقبل من عنده خلص تأسف لك إذا كانت القضية فقط فيها الحدود طبعا إذا كان في أكثر من ذلك افترض أخذ مني فلوس لا هذه غير سالفة الاعتذار لا بد من التدارك المالي أخذ من عندي بيت لا بد من التدارك بأن يخرج من المنزل ويعتذر إليه فوق ذلك أخذ مني منصبي ومكاني أيضا كذلك ما يكفي هذا العذر الصادق يعني أنك نفسيا متنفر من هذا الفعل اللي سويته وحاضر أن تتدارك ما يمكن تداركه ترجمة نانسي قنقر